السلام عليكم اخوتي اخواتي العزاز اعرفتكم كنتو عارفين ان انا اريد لكم حلقة خاصة بعبد المجيد كذبون رئيس الجمهورية دي الموز الكذبونية الرئيس المضحك والرئيس المسخرة راكم عارفين او هذه عدادنا وما نكذبش عليكم اراني كنتو ان هذه اللقاءات السخفية مع فخامة رئيس الجمهورية العدسية والزيتية كنتو انهم بفارغ الصبر كنتو ان الحلقات دير وبحشي وعد كنتو ان الحلقات دي وعبد المجيد كذبون كان في الموعد وخرج لهم قفاشات كثيرة وموتيرة للجدل كما العادة صاحب مقولة كوابيس واشنطن عاد الينا من جديد ولكن هاد المرة رجع لنا بقوة قوة ضاربة في العارضة واللي اضحكني ان الاعلام الهارب دي الهوكيستان كانت يدير تيزينج او بمعنى كانت يشوق الجرارواء ويقول لهم في الصباح دي البارح اليوم الصهرات لكم والصهرات لكم مع اللقاء دي العبد المجيد كذبون كانوا صراحة متوقعين انها ستكون صهرات فمتازية كذبونية بمتياز وفعلا كذبون كان هو ناجم الصهرات بالمقروط والخرطي اللي قدم اليوم وعلى ما يبدو ايضا وخانا ماشي خبير ولكن بالي يكذبون كان جارشي ثلاثة تسطورة وكالكاس كيدور قبل صهرات الجمعة المهم هو كيستان نديروها في الجمعة ونحن اليوم نديرو الصهرات لكم نار الصبت مع كل مهبتين اللي كنحييهم وكنقول لهم ربطوا حزام الامان وحذيوا راسكم را كلام كذبون خاطر جدا والسلوغية ديالو را ممكن تعبدكم فرجلكم المهم اللهم إني قد بلغت اللهم فشهد من غير أن فخامة رئيس جمهورية زيستان الشعبوية الدماغوجية تكذب فهو أيضا ما تعرف يحسب قال لك يوم عمل قال لي هون فيه ثمانية ديالسواية ولحيت منهم ساعتين راحا كيبقوا لك خمسة سواية يعني ثمانية لحيت منه جوجد سواية كيبقوا لهم خمسة وكذبون والتوش مقهاري فالهمالك ثمانية سواية لحيت منهم جوجد سواية را كيبقوا لك ست سواية ديال العمل ماشي خمسة سواية ديال العمل كذبون بال يوم اللي في الاختلاص حتى في الأضراء ديالو صرق لهم غير بالخف ساعة وبلما يشعر كان الكلام ديالو ممكن يكون صحيح لو قال مثلا يوم عمل فيه ثمانية سواية لحيتنا منه ساعة ديال الغداء مثلا كانت بقى سبعة سواية ولحيتنا من سبعة سواية ساعتين كيبقوا خمسة سواية كذبون ونطلع كذبون وكذبون من فوق كون غير كان كذبون مشاهد كانوا الكذب على الأقل سيكونوا مقبولين نوعا ما وندوزوا مليف شربة الماء كيفما تقول ما هو كذب ديالو حامضين وكيفضحوا الجزائر العالم أنا عارف أنه جزائروا حاليا تقولوا يا رب بيكون غير رئيس ديالنا كذبون يسكت وميبقاش يهدر كيفما كانوا تقولوا سابقا يا رب بيكون غير رئيس ديالنا كذبون يهدر وميبقاش ساكس وأجراروا وتابعكم الدعوة ديال الشرفة المغاربة والله لا تهنيتوا ولا لقيتوا كيفما بغيتوا هذه من عندي ديروا في بالكم دائما باش نحط سكة حديدية تاع سبعمائة كيلومتر خسنية الفين وثلاثين وثلاثين هادي وش معناها؟ الاسبوريك سي لزيتود كيلو ديز؟ سي تفديز اتود عادي دي موايان كتوا يعني عندك وسائل تمشين تاع الحالازون إن دي مارش دي سكارغو كيفما تتروسيك دبال عارض الله واش هذا رئيس دول هتقول لهم كتمشي كالحالازون بالله عليكم واش دبال هذا رئيس ممكن أنه ينافس بين قوسين ديبلوماسية مغربية أو يشن عليها حرب هو براسو تقول على بلادو كتمشي بسرعة الحالازون شنو بغيتو ما زين قولوا احنا على بلادكم؟ ولاحظوا معايا وما تقولوا غالبا بوجغلولو ما تقولوش الحالازون ومن يشافونا كنضحكو على هذا المصطلح دير بوجغلولو هو ما ينكروا مسكين ولاو تقولو الحالازون مسكين بوجغلولو ضربوه اللي بنكره فيه على تركاء كيفما نكروا الفينك دي السحراء ومقوش رادين بي نرجعو ده بالمعقول قال لك هو غضبان حيث قالوا لي باش نصابوا الخط دي السكة الحديدي اللي كادر على خطها من رأس قال لك فيه 700 كم خاصته حتى الـ 2030 بما أننا في 2023 فهما قالوا لي يعني خاصنا سبعات السنوات باش نصابوا لك دي السكة دي الحديد اللي طلبت منه المهم في العالم بناء السكة الحديدية مرتبط بزاف العوامل عدد العمال امكانية المواد دي الدولة او دي الشركة المواد الخام المستعمالة ايضا مرتبطة بنوعية تضاريث مثلا إذا كانوا بزاف دي الجبال في الطريق ديالهم غي تعطلو كتر إذا كانت الطريق مسرحة ما غي تعطلوش بزاف في الجزائر نقولوا ما كانش الجبال يعني الطريق غي تكون مسرحة حسب المختصين فإن خط السكة الحديد العادي بطول سبع مئات كيلومتر كتصاب خمس سنوات حتى السبع سنوات وده امر عادي جدا يعني استكذبون رك غضبان على والو يسنفور غضبان الناس اللي قالوا لك سبع سنوات ما قالوا لك غير المعقول وخحنا عارفينكم ربعا دي المخلوة انه في الخرغة تبني السكة الحديدية بسواعد شنو ولكن رأى للامانة رأى ما كتبوش عليك تبغي تصاب سكة حديدية بطول سبع مئات كيلومتر خاصة على الاقل سبع سنوات هذا شيء بطبيعة الحال على الورق وبما انك تعرفت انكم في الجزائر دولة الحلازون وكتسيروا الشؤون دي البلادكم بسرعة الحلازون فسبع سنوات ممكن توصل بسهولة لسبعين سنة وشوف تشوف بحال كيف موقع لكم مع المسجد الصيني المغربي اللي تبني لكم في مدة طويلة وميزانية ضخمة وأيضا مثال آخر دي الخرباقي مرتديلة ملعب خرباقي مرتديلة اللي تبني بسواعد الصينيين لمدة تفوت 14 سنة دابا اللي مفهمش هذلكلم دي الكذبون غير شرحولي كذبون بغي يمشي العهدة التانية ويقولي رئيس العهدة التانية وراب هذل الغضبة اللي بين قوسين قالوا عليها غضبة توصل لأهل الجزائر أو السعب الجزائر السقيق على أنه مقدرش يحقق اليوم الوعد دي القيطار تامنراست لأنهم قالوا لي سبع سنوات ومشي المشكل من النور على المشكل من هذوك الناس اللي قالوا لي سبع سنوات هو أصلا ضيع فيها ثلاثة السنوات في العهدة الأولى وباقي كتب ربست ما يوم مقدر يدير حتى شي مشروع واحد في الجزائر ولو أنه يفتح محلة بعادية من غير المشروع الكذبوني الجديد دي الزرع الفتنة خلق البلبلة وزرع الكراهية المهم أن حاتم المرابط أول واحد يدعم ترشح فخامة الرئيس كدبول العهدة الثاني الندرة غير مقبولة أولاً لأنه الانتاج موجود الانتاج المحلي موجود والانتاج المستورد مسموح قلنا نتقشف في الاستيراد إلا فيما يخص الحاجية المواطن ما فيش تقش عندي صرحت بيها مراراً وتكراراً فيه التزامات بعد القطاعات يقول لك حنا السنة هذي نلتزم باش نربح ربعمية مليون دولار استيراد ما نستوردهاش مليحة بالصح بي شرط لا تخلق ليش أزمة أدوية لا استور الدواء اللازم والتشيدي اللي كذبوا السحاسة هذي كذبون هذا وما عندوش الوجهة ليحشمالي أنا بعدها كنت بلاسك وكن كذب هكا وكن عرف رأسي كيعيقوا بي بسهولة وغنغبر والله ترقدم الاستيقالة ديالي وما نوقعش نبان والترى بزافتش وشما فرأسوش كذبون بأن هذه الفيديوهات اللي كانت يصور في الفين وعشرين والفين وثاعتاش والفين وواحد وعشرين واحتى ديالالفين وسبعة والفين وثمانية راكينين في الانترنت وكيتشافوه 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 يا كما فهموش يا واحد بالغلط ان هذه الفيديوهات كيتمسحوه من بعد اثناشر شهر وشوفه كذبون وما نمشوش بعيد يا كنت قلتي ما نتوقفوش على اي حاجة في الاستيراد تخص الشعب الجزائري المعروف عن المغربة بالسعب الجزائري السقيق في انتظار نفارغوه معه ونحطوه النقاط فوق الحروف احنا ما نقول لك لا حليب لا زيت لا دقيق لا بانان احنا نقول لك انكم الي يومنا هذا منعي استيراد سيارات في الجزائر على السعب الجزائري السقيق السيارة يسوق المواطنة الجزائري لماذا تقول انكم مانعين عليه حتى شيء وانتم في حقيقة الامر مانعين عليه كل شيء المهم الجزائري من هنا اسابيع لديكم خبر صار كتبون ان ندخل لكم السيارات سوف نسمع كلام من احنا المغربة على هذا الموضوع هذا ومن ان تركبوا السيارة على الجزائري شكرا سيدي حاتيم وشكرا سيادي المهبتين المغربة بفضلكم استوردوا لنا السيارات وقال لكم من الفوق ندرة في الادوية نريد أن نعرف شيئا كتبون هو الرئيس الدولة وهو المسؤول على غياب الادوية خاصة ادوية السرطان والذي يمكن ان تكتبون هذا معارض للنظام الجزائري الذي هو في نفس الوقت الرئيس ثانيا نقول لكم ما هو السر التهجب على هذا الملف الادويات وهذا الملف قديم هذا الملف لا يوجد علاقة بالعهداء الثانية المملكة العربية السعودية الشقيقة اشترطت على الجزائر طرد وزير الفرماسيان صاحب التدخل في قضية خريطة الصحراء المغربية مع الشركة السعودية قالوا لهم طردوه والول ونبدأ نتكلموا معاكم ونقدرون تصالحه ونبدأ هذا الكلام يمكن ان يقع على وثيقة ايقالة وزير الفرماسيان الذي اندمحيته كاملة انه تدخل في مشكلة بعيدة عن الخريطة المغربية كان يدير رأسه ما شاهده ويدير كابل تربح ويديروزه بسهده مع العلم لان هذا وزير الفرماسيان هو الوزير الثاني في الحكومة حيث يجروا على وزير الفرماسيان صاحب مقولة سنصنعه اللقاحين في الجزائر اللقاح الصيني واللقاح الروسي صدقوا بحيدينه من الوزارة المهم اكتبون راكي غير تخربق بعد المانا مشكلة الادوية راكيان من ايامة بوتفريقة هو مشكل قديم وما قدرتوش تحلوه او بالاحرى ما بغيتوش تحلوه حيث كل الادوية الغالية التمن كتبزنسو فيها في السوق السوداء وكتربحو فيها اموال طائلة ثانيا اكتبون وما تحمقونه وزير الفرماسيان اللي حلفوا عليه السواء دارة خرج قبل شهر وقال لك الجزائر ستصدر الادوية اي لدولة قطر غير تفاهموا بيناتكم وش هدك الوزير الفرماسيان على حسابك او ماشي على حسابك يكبع الحساب المخزن واقعنا كيف هو وزير الفرماسيان تقول احنا سنصدروا الدواء يعني عندنا اكتفاء وانت كتتغضب وكتزعف كيفما تقوله وكتقول الدواء مكاش في الجزائر وشوفوا قمة الوقاحة والخصة والنحيطات في الجزائر تدخلوا عندنا يقولوا ان المعطيشة غالية والحمد لله راولات كتدر سبعة درام وثمانية درام مؤخرا وقال وهو ما في الجزائر الى مرضو ما يلقوا حتى الدواء بشيشري راهم رايدو عنده الفلوس بشيشري الدواء لا يوجد يعني قمة الانبيطاح والمهانة انك في بلاد البترول والغاز لا يوجد الدواء في الصيدليات حيث بلادك تتقشف وفي نفس الوقت تعطي مليار دولار على ود عيون البوليخيرو الصندلي الثاني ونرجع دائما نفس النقطة البداية قيمة البوليزاريو اللي منهم مغاربة هم افضل بالنسبة لدولة الجزائر على قيمة الجزائر المدلول ما كاش الدواء معليش ما كاش السيارات معليش ما كاش المواد الاساسية معليش كل شي يهون من اجل رفعهيات عناصر البوليزاريو ومن اجل رفعهيات كابرانات فراصة المهم وزير الفرماسيان غير وجد بليل السك وصد على يدك البيرو ووجد راسك الاستيجن فيه عمال سياسيين تاع خلق ندرة فيه وفيه وفيه ننتمنى باش اخوان اخر نيدا يتفضل اموال تاعه ويحطها عند دولة لها مضمونة لما يستعملها باش يستثمر ولا يتفضل الناس بغية ضبابية وتستنى يوم الليها من امور ترجع كما كانت ويعاودي عدتوا فيها فساد وكذا وهادي 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 وغلطين سبت هذه متاكلش امور هادي الانيوميريزاشون تندير ان شاء الله بالايرادة ولا بالقوة والله احتاج الدولة خاصهم يدخلوها في برنامج الدول المبهمة والغير مفهومة ويدرسوها في الجامعات العالمية ويدروا على البحوط ويشوفوا هذه نوعية الانسان المتواجد كيف تفكر؟ دبا رئيس دولة تقدم مليار دولار للأفارقة من اجل الصراع السياسي مع المغرب وداخليا تطلب ويتوسل اصحاب الاموال المنهوبة من الجزائريين انهم يحطوهم في البنوك لتفادي الكارثة المالية داخلية فالانسان العادي بديهيا ومنطقيا كان هذيك مليار دولار من العملة الصعبة كان يحطف البنوك الجزائرية باش يتفادوا سقوط العملة والتدخم والمشكل المالي هذي حرفيا يلمزوق المبراش خبارك من داخل الجزائر بالنسبة لبعض الدول افريقية بما انها قادرة تقدم مليار دولار مساعدات فهم كيتصوروا جراروا كيتصورهم عندهم اليخوت ولباس عليهم وعندهم القصور وعندهم الفيراري والمازيراتي والهامر اما الافاريق ايلا شافوهم فالحالة المزرية اللي كيعيشوها جراروا ويشوفوا الطوابر ديالهم والازبال اللي عندهم في الاحياء والحالة اللي عايشين فيها سيقولون لهم خليوا ذاك المليار دولار عندكم راكم تستهلوا اكتر منا طلابي طلب ومرتوا تصدق رئيس الدولة يتوسل الاغنية الجزائريين انهم يرجعوا الاموال منهم زي ما اوش مني تكوش كتدر بالصح اللي صارق شي حاجة غيجي عندكم يقول لكم هاكو هذه المسروقات وخمشي ديالي را نكتلكم اخوتي العزازات الناس خاص يدور عليهم بوحوط علمية ونقرأوا عليهم نشوفهم كيفش كيف تقرأ لانا والتشيرة غير معقول وما كانش فيش دولة اخرى هي صراحة حاجة مجوش يا اما احنا يا اغبياء وما ادكياء وغاربين علينا ذاك شيلاش ما كنستوعبو شنو كيديرو ما كنفهمو شنو كيديرو يا اما احنا ناس عاديين وما اغبياء اش بل لكم انتم انا بلية الاختيار الثالث هما اغبياء وحنا تنظين عليهم والله اعلم وان الرئيس غاضب حقا وانه غير راضي على وطيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات السؤال الذي يطرح نفسه ربما هل رئيس الجمهورية غير راضي حقا وهل هو غاضب صح يعني اللي در ملاحظة ملاحظة صائبة ويتك 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 على فخامة الرئيس كذبون وقال لي من الفوق انت غاضب دبوش مني تكم مش هدي حالة واحد غاضب حاني عيني وتقول جو في غير خطاب وحتى واعجبوا الحال قال لي ملاحظة صائبة تأجمل ملاحظة صائبة ملاحظة غابية المهم غير تكال ما كذبون والله ما تمشي غير وانت على حاطرك استكدبون انا عارف كم تبعني فعلا كنت غاضب وكنت منفاعل واجبين فوجيك انك غاضب ولكن رك غاضب بحيش ما كيف ما تقول في بعض الاحيان تشعر ان في بعض المجهودات اللي تمشيها كالسودان فيها مضيعة للوقت لان ما فيش إلمام حقيقي على المشاكل متروحة في الساحة من طرف المواطن بينما الحلول موجودة بحكين فالحيان تباطئ وقلة الدراية بدقة بالمشاكل هذه تجيب ربما أجوبة نقصة أقل ما يقال انها نقصة دبا ناخد المثال دي المدرب الرقراقي فاش خسرنا فنسف النهائي دي الكأس العالمي يجدك أمام فراسة خرج وقال اتحمل المسئولية كاملة وحمل لعابة دياله كاملين واشكرهم وشجعهم وقال عليهم بأنهم أبطال رئيس الجمهورية الزيتية المتسوئة كذبون 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 كون كان قبطان مثلا أنه منطق نمشي معه في باطن غير توقع شي حادثة هو اللي ينقز الماء ويخلي الناس موراة يغرقه كذبون يطبق حرفيا مقولة أنا ومن بعد الطفعان نرجع للمثال الأول كون خرج مثلا المدرب المغربي الرقراقي وبدأت يقول اللاعب الفلاني ما تبعش لي الخطة وما تبقعش واللاعب الفلاني كان ناقص وفقصني وهذاك الأخر هو اللي إذا الخطأ ودخل علينا البيت وبدأ كل الصقف يوم توهم ويخرج دراسه من باب واسع حتى واحد ما غير يحترمه كمدرب لأن المهمة دياله الأولى أن اللاعبة تسمع الخطة وتطبقها وهو يراقب ذلك مزيان ويتطبقه ماشي العكس والجرارة واش فيكم شي واحد مشاكل الفخامة الرئيزي لكم تنتقد الحكومة والوزراء حيث الانتقت يوم تضرب رجلك بقرطاسة وفي حقيقة الأمر تنتقد راسك والفشل ديالك لو كتبون هكاش ينهار يخرج ليهم بشي لايف في اليوتيوب يقول للفيسبوك يقول ليهم السلام وعلى الأحرار والحرائر ويبدأ ينتقد فراثه في الوزراء دياله ويقول ليهم دعمونا بالبيبال واللايك والشير وخليوا لنا تعليق فيه نقاط إيجابية صح يعني الحمد لله بالنسبة لكم شايفين بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية وهذه الحمد لله عيننا كنا وعين أصبحنا وعين مكاننا ما بين الدول المحيطة بينا حتى بالنسبة لجنوب أوروبا زي ما تكذبون أكيد أنه تستر والكاس يضر من الفوق وتبلع شجوش حبات الهورمون الشجاعة والواقاحة باش كي بدي كذبت طريقات قال لك فيه نوفين واللينو كنتم انتم ملخرين في إفريقيا وما زال باقي انتم ملخرين في إفريقيا رقلنا لكم انتم كتعيشوا حالة ركود ماشي استقرار وبني تقول لكم انتم ملخرين خذوا بالاعتبر أن تونس هي ولاية جزائرية حتى يرى معكم وهذه مناسبة أننا نذكر الإخوان مع اقتراب الشار الكريم أن المقاطعة تومور الجزائرية والتونسية المسارطينة مستمرة بغينا كل واحد فيكم يعلم التجار بالمقاطعة ويعلم العائلة والأصدقاء اللي محتموا ينضموا المقاطعة اللي داري هذا كذبون وش ما بغيش يجمع راسم الكذوب هذا بنتك تقول على أن الجزائر اقتصاديا حسن مثلا من إسبانيا ومن بورتغال ومن إيطاليا وش ما تحشمش كذبون نديروا مقارنة بين الفيل الإسباني والنملة الجزائرية ناتج المحلي الإسباني دير سنة 2021 مع العلم لأنه كانت في أزمة دير كورونا حسب إحصائيات الرسمية دير البنك الدولي وصل الناتج المحلي الإسباني لألف وخمسمائة وواحد مليار دولار أما الناتج المحلي دير الجزائر وصل فقط لمية واربعين مليار دولار أمريكي يعني يكذبون إسبانيا تدخل في العام الواحد دير الفلوس الذي تدخله الجزائر في حداشل سنة وبعبارة أخرى فهما فيجينكم سنويا في الاقتصاد بعشرة ولا حداشل مرة وحتى وما عندهم لا غاز ولا بيترول حشم على أراضك شوية لعندك شعارات وتكمش بركة متبهدائية كيف تقول الجرارة حشمش قال لك حسن من أوروبا الجنوبي وكذبون الناتج المحلي السنوي للفرض في إسبانيا يصل إلى 31 ألف دولار أمريكي في حين أنه سنويا في الجزائر يصل فقط إلى 3150 دولار أمريكي وتكمش شوية وقال لك شوفوا حنا فين والدول المحيطة بنا فين انتم بالغاز وبالبيترول وبالذهب وبالتراوات البيترول يصل مثلا في 2021 كما قلنا 140 مليار دولار المغرب ما عنده لا غاز لبيترول يصل إلى 130 مليار دولار يعني المغرب كان عنده التراوات في الجزائر سيصل إلى 270 مليار دولار فحشم شوية راكم أصلا ما قدروا وراكم عبارة على بومبا كتخرج ذلك شيء من الأرض وكتبيعه الأجانب أصلا هم اللي يخرجوا ويأخذوا النسبة ديالهم وانتم ما قدتسنو العائدات ديالبيع الغاز والبيترول باش شدوهم وتفرقوهم على الأفارقة وعلى الجنرالات أنا في 3 سنين منادي بالرقمانة الرقمانة تعطيك أرقام حقيقية الرقمانة ما تكذبش الكمبيوتر ما يكذبش ما يزورش ما يدرقش عليك الحقائق وتخلي سرعة في معرفة المشاكل وسرعة في حل المشاكل إلى يومين هذا ما فيه شرقمانة كأن الدبابية يعني هو هادف والله حتى تكذبون هو دونكيشوط يحارب الطواحيل الهوائية را بديتي تشككنا في راسنا شكو اللي منها كدير رقمانات تكذبون وقال لهم وفرحان أنه في 3 سنوات فشل يدير رقمانات كيف يمنعوك كيف يمنعوك؟ دبابي الله عليكم مشاهدي دولة ممكن أن أدخل في حرب مع جيرانا ويا ما قادراش تدخل حتى الرقمانة إذا داروا الحرب اليوم الأول يخرج كذبون يقول لهم الجيش دينا ما فيه ديش وضعيف وعيان ودارها بياء ويبدأين انتاقدهم لكي يسل لكوا راس وكذبون تحفة في جلباب المعارض وكي أعجبني كذبون لكي يضر ويزيد يفضحهم قال لي ما كانت الرقمانة يعني الأرقام كلها كذب في الجزائر وهذه صراحة ما كتبش فيه وهذه تماما لكي نقول دائما كانوا الجرار ويقولون لا ما كانت كذبون ما كانت رقم صحيح تداء من أرقام شواء انتطارة وهو الرئيس رسميا كي صرح لأن الإحصائية والأرقام في الجزائر هي مجرد كذب في كذب في غياب الرقمانة ونعطيكم ذلك كيف كانوا في يناير الفين وثلاثة وعشرين خاصهم يعنوا على نتائج الإحصاء في نمد نتائج الإحصاء قالوا ما كانوا قالوا يعني حتى هذه اربعين مليون جزائر اللي صدعتوا لي نرسنا بها إلى أقل لبناكم غلقوكم واحد خمسة مليون جزائري في فرنسا واحد ربعات المليون جزائري في الجزائر وسالات الحفلة وبالمناسبة جرارة اللي صدعتوا لي نرسنا أيضا بمؤشر التنمية مؤشر التنمية كيتصوب على أساس الأرقام والإحصائيات التي تقدم من طرف الجزائر إلى البنك الدولي يعني الإحصائيات والأرقام الداخلية كتعتهم البنك الدولي ها هو الرأيز ذلكم تقول الرسم بأن الأرقام مزورة وغير صحيحة وما كانش أرقام حقيقية يعني قاعدك شي نفخ في نفخ في الأرقام بحل نفخ العجلات ده باللي تضحكني أنه هذا النظام الجزائري اللغبي كيتحكم الشعب الجزائري بطريقة سوفيتية قديمة جداً ومفضوحة جداً مع تواجد الإنترنت وانفتاح العالم ومع ذلك ناجح في المهمة ديارة صغير الجزائري ومع ذلك ومع ذلك تتحسنت من التطبيقات ويغتل كل حسين الشيط في البناء المنتظر التي تتتمكن من البرناس والرحلة ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ترجمة النظر ترجمة ثانية ترجمة ترجمة وبناتكم. من انت عارف هاتشي كامل من انت عارف ان كتبون غيبتدل كلش. علش كتسؤولو من الاساس اصلا انت قلتشي كلش في السؤال ديالك. المهمات سنة ميادة غيبتدار غير باش بيبتدل وزير الفرماسيان وواحد الوزير احد اخر. غنقول لكم الاسم دياله من بعد. وتعجبوك غير بلادرة الخاوية. غنبتلو الانجليزية غنبتلو اللغة الفرنسية غنحاربو اللغة الفرنسية غنبتلو كل كلام ديالهم على اعلم والسواخ على يطفى بالزافة الفخونسي وشوية العربية وشوية العامية. ما تتقلقوش اولاد فرنسا. رأي دوا حالكم. تكلمنا احنا على رمضان. انا عشت رمضان وسيرت رمضان وك وزير مكلف بالتجارة. اول مرة ما فيه لا انقطاع ولا نقص ولا ولا ندرة اللي حمه بط. اذا ما جيش تحكي لي حكايات اللي ما منهاش. دابا كدبون تقول له منيشان فاش كان وزير التجارة في جزائر كان واعر وما كانش اللي بحال. مما يعني على ان وزير التجارة الحالي الرزاق المعروف عند المغاربة بوزير ارجل دجاج لمنزوعة العظام والاضافر. والمعروف ايضا بوزير تصدير البوج غلولو او الحلزون. ومؤخرا تعرف ايضا بتصدير الصبابة غيجري عليه. لكن قبل ما نشرح لكم علاش غيجري عليه وشن هو السبب. خليونا نتوقفو عند كدبون وزير تجارة كما قال بانه كان واعر. وكان لحم فاش كان وزير تجارة الخيص. اي واحد غيقلب فيكم في جوجل غيرقى اول قرار غيخرج لكم في موقع الوزارة التجارة الجزائرية. وهو موقع رسمي هو القرار دي الكدبون. وهو تقول ليوم في الفين وسبعة انه غيقلص من فاتورة الواردات. يعني بصيغة اخرى غيمنع الاستيراد المواد الاساسية ومنها اللحوم. دار هاليوم في الفين وسبعة في يام ما تبوض في اليقاء ومنعهم الاستيراد المواد الاساسية من هال اللحوم. وعود دار هاليوم في الفين وعشرين وفي الفين ووحد عشرين و الفين وثنين وعشرين. وجاء الفين وثلاثة عشرين ويدربها بنكرة وقال ليوم ما درش معكم وارد. نزيدك حاجات تكذبون. ممكن ش كون نقسم من واردة اللحوم واللحوم غي نقسم من ديالهم في الاسواق. كيف مما قلت اليوم. يعني هذا شيء غير كذب. ده بعد كذبون مع النايضام الجزائري من تسعين ناس ديال القرن الماضي. وكان وزير ساكن ووزير تجارة وكان ووالي ووزير اول. يعني في ظرف ثلاثين سنة ما قدرش يدخل رقمانا لأي قطاع كان فيه وزير او رئيس او وزير اول. وفي الاخر تيجي يقول لهم انا واعر. وهم اللي ما يعرفوش يخدموه وهم السباب. فعلا الجزائر الجديدة بالوجوه القادمة. رزاق كنت قلت لكم ش حالة هذه. رحت انه مؤخرا بدأت يباني اعلاميا واحد طريقة كبيرة بزاف. يعني كيف يسلطوا على الاضواء بزاف. خاصة في الزيارة الميدانية اللي يدير. وقلت لكم انه سيكون مرشح للرئاسة المقبلة لانه على ما يبدو كنش جاناح داخلي بغي يحيد كتبون ويدير الوزير البوش غلو له بلص. فكتبون ساق الخبار وبغي تغدابي قبل متى الشوبي. وغالبا غي تردو في تسونامي ديال ذكي الصحافي اللي يقلب. اه الراقبة؟ اه الراقبة بي. مهما هو او الوزير بنفسه لي هو إذا وقعت ندرة معناه باللي أمور تدبر بليل هذا اللي يجي حارب سياسيا بالقوة من المواطن يخلصها غالية ودرنا قانون فيه ناس للدول مؤبد نزيد نواصل فيه 2 نهار مشي درناها حملة ونتاهت كيف مكتلكم وزير أرجل دجاج لمنزوعات العظام والأضافر صافيم شافية راتي معني عليك دبولي أنه تقريبا هو الوزير الوحيد هو الوزير بوجه لله والذي يدوز الوقت دياله في الأسواق تراقب يعني هو وزير بصفة مراقب تخدمت مني الثوع في النار يدوزهم كامل في السوق واحد يراقب البطاطا والنجال وما طيشها ما حالة واصلة مني يريد أن يخرج الخريطة يبلي أنه بقي لي 23 ألف سوق في الجزائر خاصة يراقبهم وما زل ما راقبهم دبار الزيق وكذبوه صراحة كيتشابوه في الغاباء وحتى في الكذوب لكن الأمانة الزيق في تكذبون في حاجة واحدة وهو أنه عنده صنطيحة كبيرة ما تخافش من مواجهة تجار جزائرين في الأسواق وكيمشي عندهم يدخل عندهم وهذه القادية بدا تقلقات كذبون لأنه في ثلاثة سنوات كاملة ما قدرش ينزل يدشن ولا مشروع واحد وما قدرش يدير زيارة واحدة يشوف فيها الجرار ويهدر معهم تيهدر معهم غير من تويتر والتلفاز أما الناس اللي قال عليهم بأنهم اخدوا المؤبد اللي كيتكلم عنهم كتبون روما اللي معروفين عندهم صراق الزيت ما تضحكوش أخوتي آه صراق الزيت كيف سرقوا الزيت وكيف ما كتسمعوا صراق الزيت عندهم إلا شدوا عندهم كتر من عشرة القراءة ديالزيت كيعطيهم مؤبد إلا شدوا حد آخر عندهم عشرة كيلو ديال الكوكايين كيعطيهم سبع سنوات فقط أما صراق الزيت عندنا في المغرب فالإعدام المباشر بالصندارة مكيعقلوش علي لموحاكما لا عشر سنوات لوال الصندارة نيشا مرين ما قدنش على الفرنسية علاش كتلا حولها وش أنت وقت مبت بلوكاتي في الجملة تكملها بالعربية والعامية تهدر الفرنسية نيشان ولا أهدر العربية نيشان ولا أهدر العامية نيشان هذا ما سنفعل معكم إلا بغينا مثلا نقلوا هذا البرنامج في قناة أجنبية الموطر جميعين سيبقى قال تعالى الأعصاب ديالو كي سمعكم كتتكلموا بالفرنسية وغيبقيت أنكم فوقاش ستقولوا الكلمة بالعربية لكي ينقص بالزر الترجمها وخصوص كثير من بعدها لأنكم ستكملوا بالفرنسية ليس صحيحة مع أولد فرنسية هذا هو تحسين الحاصل وهذه أفريقية النتائجة لا 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 تكتبوا أن أطلع أولد فرنسية كثير منه وقال لكي سا بالفرنسية سا بالفرنسية تحسين الحاصل بالعربية وزاد يكمل شلاطة ديالو بطريقة صراحة نكتبونا هذا النقطة سا ستحسين الحاصل قد تقول أخوتي شيء واحد تقول إصاصي تحصيل حاصل بل إياه ما كانش اللي حاصل قد ذكك كذبونه وحصلتي حصلة مع جنرالة ديال جزائر وحصلة ديال المهم راكم عارفين دياله الله يزيدوا ولكن يخلص الدريبة بس كمنا عندك الله سبحانه عز وجل فرض عليك الزاكاة هذه من ناحية الدينية الدولة تفرض عليك وكذبون رئيس الجمهورية العدسية والبنانية رأي الآدان كيتسمع وانت كتتكلم برمجوا اللقاء من بعد الصالة ولا قبل الصالة ولا على الأقل توقفوا هذا شيء لكن تكتصلي معك كثرة الكاسي دور وكثرة التستير عندكم رأي صعيبة عندكم تدعو سمع الآدان ذكر الله في الكلام دياله وكمل لك دوب ديال هذا المشكل هذا رأي في عشرين سنة عشرين سنة أن نتذكر في 1991 البنك العالمي يعطينا عشر ملايين دولار هذا المشكل في عشر ملايين دولار وكذبون بلية عنده مشكلة مع الزمن الساعة الكتبونية تساوي واقع لاسانة في الواقع العادة كيف أريد أن تدخل رقمنا البلاد كاملة في أسبوعين سوف تستورد الحبوب أرى الرقمنا هذه وكذبني تقرب العصة قال لك من تسعينات الرقمه لا تريد الدار وعطينا حتى الفلوس ومدرناج وفعلا عندك ما قالت كذبون مثلا كوزير السكن أنك تقرب رقمنا في الوزارة مثلا وتعطينا المثال ومن هذا شيء كامل يأتي عندك غابي من الجراروات يقول لك أنتم أخوافا أنتم أعبيد أولا كذبون حاكمكم بالسيف عليكم وهو كان في النظام القديم الجديد من تسعي ناس دي القرن الماضي وما كانت الراجل فيكم يدير غير منشور في الفيسبوك يكتب إرحالية كذبون وهذه السيدة التي تحدى يدير إرحالية كذبون في الفيسبوك ندخل عنده في الفيسبوك وذلقا كاتبش مئات مرة إرحالية يا أخ النوج كون هذا اللي يعبد فينا احنا او انتموه؟ كذبون بلا ما تقلق أعطيني غير اسميات للعصابة لك ترفض الرقم هنا وما بغاتك وما خلاتك تدير الرقم هنا أنا سأغوث عليهم باش يخلوك تدخلها صافي قدرت معك كذبون أعطيني اسميات وأنا سأتكلف فيهم لكن سيد رئيس في هذه المساعدة يمضي ولا ما يمضيش هناك أيضا بعض المساعدين يقولون وشوفوا الأدراك يقولون في هذه المساعدة يمضي ولا ما يمضيش سأجاوبك على هذه المساعدة هذا سيتحصي الحاصل هم تقولون ما أفهمتش هل تتعلم أم لا تتعلم أم لا تتعلم أم لا وهو أولاد فرنسا يكنتوا مفعز معهم وغش بدلوا اللغة وغش دخلوا الإنجليزية ومجق مضيش حلطوا العضرارة ولا صعود للصخفي 5 سيقل نقول لك أن الأمور ستتحكم وثيرة أسرع لأنه أسرعون من تدروفي عام 2024 تعتقد أنه كثير في العمل هذا الجملة تعتقد أنه يستخدم التغيير وزاري جديد أو حاجة الإنجليزية بحلقة في عام 2024 لا، كدبون يقول لكم طريقة غير مباشرة سيقلوا على أنه كان الناس داخليا في عام 2024 يعني السنة المقبلة لكي يحيدوا وكذبوا من الحكم وراتي حضروا ما تقول لهم ما نفاكش العهدة الثانية يا العهدة الثانية وما تحلموش اللهم ما نبقى رئيس العهدة الثانية والثالثة والرابعة حتى نموت بحلبوت فليقة ولا ندخل الحبيبيس وراتي لكم السيد بن دارد مع الوقت وما عندوش المعنى دي الوقت تقول لهم من هنا لدوجينبير 2013 ما يبقى حتى شي واحد حتى سخافي الفيخانسي صلح لي الخطأ وقال له 2023 ومتابعة الحال مع وواعف الفرنسي قال له في الفرنسي ويتأكد لأن كذب المسكين أن يتزوينه تعطيهم دائما الوعود بكثرة ولكن تقول لهم في الماضي ليس في المستقبل ذلك الشيء لك الوعود لا تحقق واحد ما طالبني باش نرفع الحزب رفعته الألفين إلى 20 ألف دينار هنا سمعت 20 ألف دينار قلت سيكون شي رقم كبير أو شي رقم فلكي بحل ذلك الإمارات عندهم أرقم كبيرة ذلك الرواتب ستصور معي يا أخوتي المهبطين 20 ألف دينار في السوق الرسمي للصرف يساوي 1500 درهم مغربية 30 ألف ريال أما في السوق السوداء سيكون 1000 درهم أو 1200 درهم مغربية وقال لك فرحان بها كأول رئيس دولة طلع على 1500 درهم مغربية كل ما سيقول لي هذا الأمر يكون صحيح حيث المعيشة في الجزائر رخيصة معيشة في الجزائر ليست رخيصة المواد الأساسية في الجزائر كتبعة بأتمينة أوروبا مع مرة في دولة اقتصادية ستكون الندراع والطوابير على المواد الأساسية وفي نفس الوقت نتكلموا عن أن هذه المواد الأساسية رخيصة هذه الشيرة غير كدوم تشيروا البنات اللي يحلموا بكثير من 25 درهم السردين بكثير من 100 درهم كل شيء عندهم غالي وغالي بعد المرة كثير من أوروبا هذا بالحد الأدنى للأجور في بلد الغاز والبيترول الجزائر وصل 1500 درهم مغربية والحد الأدنى للأجور في المغربية اللي ما عندوش له غاز للبيترول هو 2970 درهم مغربية الجرار هو ما تقوش قارنوراتكم معنا راكم في الحاضيذ وعندكم تقلقوا من هاد النوطع أو تاني ديال الحاضيذ مسير البرزيدن هل ترى مشكلة مع دخون غادي حمقني لا جو غنية قال لك ديال الشهيد واش ما تعرفش قول لا جو غنية دي مختير جزائر كل شي ضاير عندهم مالشواء عنده وما عندهم شي يوم واحد ديال الاحياء يحتفلوا بيهم كحتفلوا غير بالأموات وبالجماجن أنا وراهم لأن الجزائر مستهدفة مستهدفة من كل جواني لأن دولة ما تحبش اللي ينبيطاح والمواطن الجزائري ما يحبش اللي ينبيطاح والمواطن الجزائري يفتخر بدولتهم لما تمشي رأسها مرفوع ما بين الأمم هاد شي ما يساعدهمش اليوم اللي ما قدرش يواجهك مباشرة يخلق لكين وانجي كتير من المنظمات غير الحكومية تبعها مخابرات كيفش عم يكتبون دولة مستهدفة من كل جهات وإذا ما من كل جهات حتم الجهات اللي قنفكر فيها حاليا حتم من ذلك الجهات مستهدفة لا 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 ممكن لكي الاستقاع ما تكون مستهدفة من ذلك الجهات اللي قنفكر فيها أنا حاليا وعندكم قد تفهمون يا غارات خد الأزاس أعطينا غير سبب واحد أن دولة فد العالم الصغير تفكر أن تستهدف دولة تدمر بالآيات للشعب والنظام ماذا سنستهدفوكم؟ استهدفوكم لأنكم من خمسة وسبعين وانتم ما كتفشل ضد المغرب. اعطونا سبب واحد. وعملية النفق في موصبع مستمرة. قال لك الشعب الجزائري بيحبش الان بيطاح. بمعنى عكسي فهو تقول في قرارة النفس دياله ان الشعب الجزائري من بطاح ويحب الان بيطاح. رح كل شي شفنا على عيننا. كانوا يقبل اياد الاطراك لمدة قرون اللي كانوا مستعبدينهم دخلين للدعارة المقننة. جاءوا الفرنسيين حتى كانوا يبوسوا لي يوم بيديهم. حتى حافظوا لي على الدعارة المقننة. وقتلوا لي حسب الادعاء لكم الملايين. جاءوا من بعضهم العسكر او يبوسوا لي يوم الكادر بخروبة بن بلا وبوتفليقة. او الشعب الجزائري يركع لي صورة عبد المجيد كدبون كيف يمشنه في الاسابيع الماضية. في نعمرك الشياء كدبون شعب لا يحب الان بيطاح يقبل على رأسه انه يدير الطوابير بشكل عادي جدا. ويسمي الطوابير اسلوب حضاري. وهذه الشراكين من سعينيات القرن الماضي. في نعمرك الشياء كدب لا يحب الان بيطاح ساكت على إبادة ربع مليون جزائري في العشرية السوداء من نفس النظام الذي يحكمه في 2023. لا تهدر. جاءنا هنا. قالوا لها تغلبني هنا. تغلبني هنا. هذا غير يقولوا لي هذا رئيز ذلك. قالوا لك كل الناس تغلبني وانا اغلبت تغلبتي. وقال لي من فوق وانا اغلبت تغلبني. هذا ما هو رئيز وانا اغلبت تغلبني. ما هذا؟ ماذا نفعله هنا؟ كيف تغلبني؟ واذا زمان قارضوا الكلمات والمصطلحات يقولون في اللقاء تغلبني وانا اغلبت تغلبني. واذا زرارة؟ واذا تتبع دائل كما تقولون. انتم فعلا اضحوك العالم مع هذا الرئيز يلطا تخطو. اذا الامور هذه كلها تتراجع. لأن دارت في وقت وين الجزائر كانت في الحديد. اذا كان جراروي قول بك غير بالسياسة في الحلقة هذه. قلت لك في الأول الجزائر في الحديد. وعرفت بانه ما غير بكت الحال وغتتقلق وسميتني كذاب ومخزني وعرتيني بدك السب دياركم المضحك. وفي الأخر سمعتها بوديناتك من رئيس الدولة ديارك اللي كي اكد لان الجزائر في الحديد وستبقى دائما في الحديد. الجزائرين اللي واعين وقارين وعارفين اش دائر راومولو فرنسيين وجنزية فرنسية وسائل الفيلم وطلعات الكتبة بقى غير ديش. ربما بعد من الجيل ما يتذكر هاش ملايه في العشرية السوداء كل الناس في الشوز عرفهم في الجزائر بما فيه الدول الشقيقة كان عنا إرهابيين 15 جنسية. كل كمين جاهدوا في الجزائرين بشار الجزائر اللي معقدتهم بتاريخها ونضالها وكفاحها لازم تزول سمعت سيليدو كان موجودنا إلا إيطاليا. وانتزيد ما قالك الجزائر معقدانا بتاريخ دياله والقوة دياله المشكلة هي كون كان عندكم شيء قوة أو شيء تاريخ كون رحنا هانين وانتم هانين وكل واحد في القوة دياله في تاريخ دياله. انتم اصلا ما عندكم شيء تاريخ تلسقوا في تاريخ ديال المغرب وميسر وحتى ديال تونس وكتسرقوا من الفرق. وهذا جاي من الفراغ التاريخي اللي تعيشوا. لم يمجد كل مغربة يعلموا كل أشقة أن الجزائريين باسم الرائزية لهم تقولون لهم. أن اللي عون في العشرية السوداء ماشي الموريتانيين. ماشي السنغاليين. ماشي الليبيين. ماشي الماليين. وماشي من نيجر. فقط إيطاليا بحدها. في المنطقة حتى الفرنسيين معاونهم والإسبانيين معاونهم إيطاليا ببحدة لعونته المغرب لم تذكرتش في اللائحة حيث أصلا كانوا يتاهموا في ذلك الوقت بأنه محرد للعشرية السوداء كيفما تاهمونا بحرق الغابات دي القبائل المحتلة وذلك شيء لك كان آمن أنه خاصة المغربة لم يبقوا شي حنوا فيهم جنون ما يقع لهم ليستهلوش تدير فيهم أي خير نساء الخير دي المغرب الذي استقبل عشرات الآلاف من اللاجئين اللي هربوا من التقتيل والإيبادة دي العشرية السوداء من الحدود المغربية وانساء لأن المغرب أعلن رسميا كدولة أنه لا يتدخل في العشرية السوداء أو فيما يقع في الجزائر وحتى في الحراك أعلن بأنه ما داخلش في الحراك ولا يدعم الحراك ولا يدعم أي شيء ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر وهذا درس كبير للمرة الألف لنا ما عمرنا نحنو فيهم شنو ما يوقع لهم الجزائر تعرف أصدقائها وأعدائها كده نحن الجزائر اللي دار فينا جرام خير ما ننسوش ولي دار جرام شر ما ننتقموه لكن مسجلينه من يعبد المثقال ضراتي شر أن يراه المغرب دار فيكم قبل الاستقلال أطنان خير ما هي ضرات خير بننا لكم الدولة في المنفع أعطينا لكم المال أعطينا لكم الأرواح والسلاح يا أولاد الحرام ونسيتوا وقال لك غير جرام ما ننسوش أو ضرات ما ننسوش والعكس دياله قال لك اللي دار فينا الشر من تقموش ولكن مسجلينه وثانية من بعدات يقول ليدار فينا الشر شرا يراه والله العظيم إلى رئيس ورئاسة ودولة وصحافة مسخارة بمعنى الكلمة العلاقات مع إسبانيا متأزمة منذ حوالي سنة هل فيه جديد سيد الرئيس لا فيه جديد وأنا شخصي متأسف كثير على العلاقات هذه الرديئة اللي بخات بنا بين إسبانيا ونحن نسأل سبب متى ستتحسن العلاقة عائزة؟ عائزة منا نسألوية بمسياء إيهزو فيها الفو باقلة الشعب الإسباني خطيها قلتها مرارا وتكرارا علاقاتنا مع الشعب الإسباني علاقات طيبة جدا إلا يومنا هذا احترامنا الملك تيرانتا مع عارف هوا بالنسبة لهيئة اخرى اسبانيا ما عملوا مع هذا إحنا عمال غيلا بذكر كاليطاني وانا غيلا عمال غيلا بذكر كاليطالي وفخامة رئيس مكاشستان رأى غير معقول تقول وتوصف علاقات الدولة مع دولة برديئة رأى ما كان شي رادى أكثر من هاتش ديالك ديبلوماسيا تتقال علاقات متوترة وعلاقات في طريق مسدودة لا تقولوا رديئة يا الرديئ ثانيا رأى ما زالك تدخلوا في قرار سيادى دولة إسبانيا ما عنده حتى علاقة بالجزاء تعترف إسبانيا مثلا بالقبائل المحتلة في الساعة السدعي والسافر إسبانيا كدولة تعترف حتى بالمريخ ليس حتى مغربيات الصحراء أش دخلكم انتم مفض الموضوع هذا واش نتو مهم البوليزاريو واش نتو مهم الأمم المتاحة ونحن مفرسناش وفهمني حاجة برك 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 إسبانيا ما تعرفها اعتراف رسمي بإسرائيل كدولة لماذا لا أمركم حتى تجدوا على هذا الأمر هذا أو تحبتوا السافر لنصرة فلسطين زالمة أو مزلومة في المشمش واش دب قيمة البوليزاريو أهم من قيمة فلسطين زالمة أو مزلومة ونبقوا معاكم في نفس الإطار إسبانيا قلت أنها تدعم الحكم الذاتي المغربي ودرتوا معاها تشيكاب رغم معكم فرنسا بسنين طويلة قبل كتدرنا تشيء وكتدام حتى الحكم الذاتي ألاش معماركم قطعتوا العلاقات مع فرنسا ومعماركم صدعيتوا السافر لفرنسا هذا الموضوع ونقوا أيضا في نفس الإطار الولايات المتحدة الأمريكية مع تعرفها رسميا بمغربيات الصحراء يعني الدولة الأمريكية مع تعرفها بقرار رسمي الجزائر لم تعترض ولم تستدعي السافر ولم تقطع العلاقات بأمريكا كيفما ذرت مع إسبانيا وعجبني أكتبون بغاية اليوم الفانس ديال إحنا والسباليون خاهوا خواء خاطئنا بوليتيك كيفما كانوا يديروا مع المغارب إذا ما رحنا عدنا مشكلة مع الحكومة الإسبانية ونحن خواء خواء مع الملك الإسبانية ومع الشعب الإسباني المسكين يدخل بشكل سافر في السيادة الإسبانية وقال لك نحن خواء خواء المهم غير وجود دراسك العقوبات الأوروبية بسبب إسبانيا راجعكم وحتى الانتخابات الإسبانية قريبة جدا وممكن أن الحكومة الحالية تغير والقرار الإسبانية لا تغير بخصوص الصحراء المغربية وشوفوكم ديك ساحش غادير وفنتي دار هادشي نودو صحبو السافر من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والأردن والسينغال وغيرها لأن الدول كاملة رمعتها في مغربية الصحراء وهذه هي ديبلوماسية الحالزون الجزائري المهم نترجم الإخوان اللي ما عندهمش مع الفخونسي قال لي انتا فخامت رئيس مكاشستان ستزور روسيا في شعر مال وش غدير شيء وساطة بين أوكرانيا وروسيا ولا ما غديره وهو يجاوبوه كذبون وخي كل كلام ديك صحيح بخصوص الواساطة أنا ما نقول لكش اللي يديروا لي كونتر خوطة والتأسيرة كذبون الله يكتر من المثالك في الجزائر والله يرضي عليك مفوج علينا ومضحكنا وخالق لنا السعادة فين غلقوا بحالك كنتفرجوا في الكوميديا وكنتفرجوا في الأفلام ذي الضحك وما تنضحكوش كنتفرجوا في تانية في كذبون كنموتوا بالضحك كل شيء كتب في التعاليق أنا مع عبد المجيد كذبون في العهد الثاني وكذبون رغم يوصل شهر ماي من 2023 حتى تلقى لحرب سالات وبع أوكرانيا وروسيا وتقدر تلقى حتى روسيا تقسمات وما تلقاش كل ما يستقبل لك انتوال حقيبة ديان كل قومتر خوطة ديان ربما يطرحوه الكثير من المتابعين ماذا تريد واشنطن من الجزائر وماذا تريد الجزائر من واشنطن في عالم 2023 ودبا غير بالعقل إسبانيا اعترفت بالحكم الدانسي تحت الرأي المغربية فقط مش اعتراف رسمي اقتعتوا العلاقات وعتبرتها إساءة للجزائر كدولة الولايات المتحدة الأمريكية تعترف عند الأمم المتحدة وعند الدولة الأمريكية كتتعرف رسميا بأن الصحراء مغربية ولكن الجزائر كتعتبرها صادقة واش قلت لكم هذه ديبلوماسية الحالزون وما قلت لكم واش هي والماشية؟ مع إسبانيا الحالزون كيخرج رأسه ومع أمريكا الحالزون يتقوقع رغم الدعايات بتاع الأبواق الفاسدة من هنا وهناك اللي يبغلون الجزائر وإيران وما نعفوهاش كل الديمقراطية بتاع أوروبا زادت في الجزائر الجمهوريين الثورة البرتغالية طرعت هنا ماريوس واليس كان هنا الثورة اليونانية كانت هنا الثورة الإسبانية كانت هنا إذن الدولة عندها نفوذ في البحر الأبليد المتوسط في الدول الأوروبية حدرتكم من خطورة تسلوغية كذبوني أنا متأكد سيكونوا بثائف منكم مشوفية بسكسة قلبية لا ينجيكم فضل الاقتعاد كل الديمقراطية تزادت في الجزائر أو تولدات في الجزائر صراحة ماشي مفاجأة من واحد قال لأن جورج واشنطن أعطى الكوابية الأمير عبدالقادر مع العلم لأن هذا عاش في حقبة والاخر عاش في حقبة ثانية وما تلاقوش بجوش ها هو اليوم قال لك كل الديمقراطية تزادت في الجزائر وزيد معه وراء اللسان ما فيه العظم تقول والكذب مكنش اللي حاسبهم عليهم في الجزائر إذا كان جراره أقبل سيدنا آدم فعادي أن كل الديمقراطية الأوروبية تزادت في الجزائر يعني رأي هذه نتيجة حتمية وقال مننا الديمقراطية البرتغالية والإسبانية واليونانية لمهمت الموضوع بيرتغالية والإسبانية واليونانية سنقدر نتطرق له في حلقة أخرى مفصلة لأن هذا الموضوع عاد كبير وقع القرش لكي لا تطورها عليكم انتظروا أي شيء من هذا القوم هم مهد الحضارة ومهد الديمقراطية هم الذين لديهم التاريخ ومالذي كان لديهم الحج ومالذي كان لديهم الأهرامات ورحت الكتبية سرقناها اليوم قالوا كذبون برأسه اللي رأيتهم واللي لا رأيتهم المهم اليوم تعلمنا أن الجزائر الأضحكة هي مهد الديمقراطية وأنا نقول لك أن تكذبون حسن من هذه أنتم في الجزائر مهد ضحك وقد ضحكون عليكم كل نهار أنتم مشكورين بالنسبة للكهرباء نحن الدولة الوحيدة حزب الأمم الوحيدة في العالم اللي فوق المعدل العالمي ترم المعدل العالمي نعم نعم 98.9% حتى الناس اللي في أقصى الجنوب رأينا نعطيهم ديكيت سولير رأي مشكلة كبيرة مع السلوغياتي لدي الناس رأي بالزاف على الكذوب تكذب في كل شيء وكذب حتى في البيانات البنكية الدولية وأزيد ما أقول لكم ملولين عالميا في توصيل الكهرباء يمكن أن تقضر على شيء حي صغير وهو يمكن الحي المرادية وقلع في الكهرباء كيف تكذبون الصور الفضائية كيف تكذب الجزائر مضلمة ومتفعلات ضحك وأنت تقول لنا أنه عندكم 98% من رابط الكهربائي وأنتم من الفوق ملولين في العالم يعني الرابط الكهربائي في الجزائر نحسم الرابط الكهربائي في سويسرا وفي دول أوروبية متقدمة أو من الولايات المتحدة الأمريكية المهم نعطيك آخر تقرير للبنك الدولي ذي الرتب في الدول في سنة 2020 فيما يخص الرابط بالكهرباء لكي نرى ما هي الدول الأولى ونحن نتظر أن الجزائر تكون في اللائحة هي الأولى أول دولة إسلندا 100% نرويج 100% قاطر لوكسنبور جزر المالديف ليستنشتاين الإمارات العربية المتحدة سويسرا بروناي البحرين إيرلندا سويس دنمر كندا هولندا المملكة المتحدة بلجيكا فرنسا أستراليا ألمانيا نمسا الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدول كاملين أعطيتك 25 دولة ولم يكن فيها الجزائر التي تقول أنها هي الأولى في العالم ولم يكن فيها الجزائر أكتب غير في اليوتيوب الكهرباء الجزائر أكتب غير هذه الكلمات ستلقى آلاف من الجزائريين في بلاد الغاز يعانون من قطاع الكهرباء وعدم الرابطة وسلوغ يعني أنهم يكذبون قال أنهم الأولين في العالم أما كان غير كذب كذبا حمودة المهم هو أبوص يتنفخ مزيان كما كانوا ينفخوا العجلات رونو هي تمويل المشاريع لا يوجد مساعدات مادية لا يوجد أن تتوزع نحن اليوم لدينا بعض الأمور تبلينا من البديهيات يدار فراج في بلدية من البلديات حتى رأيش البلدية لا يمشيش يكملوا ثم يطلقوا المال المواطنين هناك بعض الدول الإفريقية فراج معناها في المنطقة تشرب المال ما عندهمش كاد الفقر أن يكون كفرة نحن التزمنا مع الأشيقاء في مالي باش شمال مالي هذا باش ندهر اقتصاديا نساعدهم في نبني بعض المدارس في كيدال في غاوة نبني مدرسة أو أثنين نعطوهم ماشطودو نجيب الفراج باش ندلوا الماء باش يوصل المياه لحيالات آخره ربما دي كيت سولار بالنسبة الكهرباء ندي سبونسار دي سنتي هدوهما نساعدوا بيهم راكت لكم متنقدين في كلامه تقولوا الكلام والعكس ديان أول المداخلة قال لأن مليار دولار لن تقدمك مساعدة وندروا لهم مدارس وآبار ومستشفيات ومشاريع اختاروهما يعني راكم كتعطوهم مليار دولار كمساعدات ونستثمارات تربحون منها وهذا شيء عكس الكلام ديانك واكذبون وفي المغرب حفر الآبار أو الفراج يدروا غير الفيسبوكيين واليوتيوبرز بدون حضور الدولة وخدامين كانت تعاونوا بناتنا ودخل ترى مثلا غير فيسبوكي حر لسائل كل دام ليس حال من فراج انتظروا بير واحد في مالي بداية تمنع لهم من دابا هذا مليار دولار اللي عطيتي الفيسبوكي يحر ويتقبلكم الجزائر كاملة يعمرها لكم بالحفارة والآبار الشعب الجزائري يغوت ما عنده الماء وهو يقلب على المفدوة الإفريقية ويجعل فيهم الخير هذا شيء بطبيعة الحال من أجل البوليزاريو لأن مالي كتعتار بالبوليزاريو وكذبون وصلاته الهضراء على أن أقريبة تسحب الاعتراف أغلب الأفريقية يعتبرون أن الجزائر أخوهم الكبير ويجب أن يساعدهم ومصيبة مع الناس يقعد كتوك تقولوا في الشهور القليلة وفي السنوات القليلة الجزائر الأخت الكوبرى لتونس صافي سمعتوا المغرب مذكر ونكرتوا المؤنس دي الجزائر نحن كنعرفوا أنوتة الجزائر قلوا لهم سيكذبوا الجزائر أختكم الكوبرى اللي ستحلف الأفريق تطور خاصة أنه فيها أطراف فيها دول تسعى إلى أنه تفرض منطق جديد بعيد عن الخطة الأممية والخطة الإفريقية خلهم يحاولوا المشكلة متراح من 75 مش باليوم إبراهيم غادي كان من الناس اللي دخلوا بالأقل مرتين القصر الملكي في الرباط قال لما تلاقى الملك حسنتاني رحمه الله تلاقى مع البوليزاريو إبراهيم غادي كان من وفد وتفاوضوا وكانوا مباو وكانوا شبعدوا على الحد توفى من المرحم الله يرحموا أمور ذات تعقدته والشيء الذي نشهد له أن جبهة البوليزاريو والمؤتمر تحكم الديمقراطي اختاروا الصندوق هذا لا يجب أن يذهبوا لا بسلاح المهم هذه عنصر إجابة لذلك الذين يفتحوا عليك وانتع واذا يدخلك الذي يدخلني فيكم هو كذبونكم واذا يدخلوه ويتكلم في ملف كان عند أمم المتحدة للصحراء الغربية المغربية وشوفوا الخبط والقوالب كانت تكلم على أساس أنه زعمارها مع الراحل الحسن الثاني كانت الأمور مزيانة وزادت تعقدات غير مع جلالة ملك محمد السادس الذي كانت منه للشيفاء العاجل على من تكذبون كذبون ماذا يدخلون في حرب الرهمال وفي أمغالة وغيرها ماذا يدخلون معكم في حرب الصحراء المهم كيف كان الملك في المغرب الصحراء ستبقى في مغربها والجزائري سيبقى في طوابيره وكيف تشاهد رسالينا ملف الصحراء الغربية المغربي هذا يوجد رسالك لفتح الملف للشقيقة والأخت للصحراء الشرقية وهي الأخت للصحراء الغربية المغربي وماذا يدخلون من الصندوق الذي اختاروا منه بنبطوش ماذا يعرف أنه لم يكمل ألف واحد الذي صوتوا عليه يعني أنتم مصدعين لدينا رأسنا بالبوليزاريو وهو ما عندهم غير ألف واحد الذي عنده الحق أنه يصوت يعني لكتن مراشد ما تبقى يا إما حومق يا إما السجناء يا إما معنوش الأهلية أنهم يصوتوا وحتى تكون بعد أن تقدموا جاء بالصندوق تتكلم على السراديق رأس الكوربة يعني الأرواح اللي نقضوها ما هيش ما هيش ما هيش بسيطة والرحمة اللي جابوها للأشيقاء في سوريا ما هيش بسيطة وما تعودش بالمال كنجا التعود بالمال ونعودهما ماليا ما فيش مشكلة يعني تصبح النقص من قيبتها ولكن هما وحتى الطيارين يمشون سجبل الطيارين دخلوا الأجواء سوريا وأجواء كانت ممنوعة أقل شي ممكن يعطيه لهم رئيس الجمهورية هو ويسمي استحقاق وطن إجفل التوسلى ديكورة إن شاء الله إن شاء الله وغيرهم الكثير دغدغة رئاسية رائعة لبوسبع الزرك كيتكلم على السوريين والتركيين بلا ما يترحم على الضحايا كما العاد ومركز غير على رجال الحماية المدنية الفاشلة كي يبقى ينفق في البوسبع ونفق ونفق حتى يترتق المهمة بدأت يقرر أنهم كسروا الحيصار المفروض على بشار الأسد في سوريا بريعة مساعدات زلزال ويجعلوا من النهار يجريوا كي يساعدوا بشار الأسد والهدف ليس جلوا ونقرروا أنهم سرحوا بيوم الجرارة واحد شهر كامل وفرحوهم هذه القضية نحن نحن ما لدينا الشعب هذا سيد الشعب هذا قال لك سيد كيف سيده لا يتظهروا حتى لا تخلصوا عام ونصر رئيزهم كيف رقم مليار دولار كيف الشعب سيده محياته مع هذا بكلها طوابير وحكمهم كتبون شنقريحة كتبون المختلص وباقي يعدين الكوكاين كيف الشعب سيده ومنع له أنه يشري سيارة أنه يستورد سيارة والذي يخرج غير ألف درها من أخر السياحة للخارج لمشا الأوروبا لديه الحق في 100 أورو فقط كيف سيده والنظام العسكري عافت عليه بالصبات والبروت كان وقتل فيه ربع مليون جزائري والسيادة وديمقراطية 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 يا مهد الديمقراطية الأوروبية واليوم عاد فهمت هل سنقول ما لها الديمقراطية الأوروبية ملعوطة ومهياش ومشي مقدة لأن المادية لها الجزائري أنها خرجها عوجة أنتم أيضا مهد ضحك وشكرا أنكم تضحكون نحن المغربة ما حال من المرة تقول لكم كذبون ربما تبع القناة او او شخصين يتفرجون ويرفعون التقارير ومشي غيرها بزاف القناوات المغربية على كل مواقع التواصل الاجتماعية ربما يتبعون في حلقة سابقة في الأسبوع قلت لكم الفرنسيين يأكلوا وجبة واحدة بل هي بأن يقنع الجرار وقال لك وقال لي يمكن أن أوروبيين في دول متقدمة يأكلوا أكل واحدة وصبح الله العظيم شوفوا المصادفة كيف يدير أنا قلت هذا الأسبوع جاءوا وقلوا في اللقاء الصحفي وقلت في سياق مختلف كنا ندروا على المغرب وفرنسا والأزمة بين المغرب وفرنسا ووش الدعج بها توقع لكي يقنع بها الجرار وانتكذبون وعقل الخير اللي كندير فيك لكي تقول لهم شوحاتي بمو رابط مع مرو درفية الخير ولا وقرام منه أنا كنساعدك لتنجح في العهده الثانية وانا معاك ان شاء الله حتى تنجح في العهده الثانية ولكن بشرط تحافظ لشنقريحة معاك يبقى معاك في العهده الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ان شاء الله دمتي يا جزائر وضحوكة العالم وتحيا كذبون وخوة خاصكم تقولوا لي يحيا كذبون ولكن من خسروش لكم خاطركم تحيا كذبون وتحيا شنقريحة وتحيا بومدين لوسمة بوخ الروبا وتحيا الجزائر وضحوكة العالم شكرا لمتابعة ودعم لكم كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم اشتركوا في القناة